السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في قناتي اسراء الطبخ مع امال اليوم سوف نجد لكم دجاج كنتاكي تجي مقرمش وزوين هنا دجاج مقطع يعني مرسويات فيه صدر فيه البخاد يعني كيف ما كتشوفوه وعندي كسمة الحليب عندي الفورس هنا وعندي معلقة مايزينة يعني ديال النشط دورة عندي معلقة الخرقوم معلقة البزار معلقة ديال زرعة القصبور حبوب مدقوقة معلقة تسكين جبير الملح ومعلقة ديال التحمراء بابريكا معلقة ديال تومة بودر وواحد البيضاء سنبدأوا على بركة الله نقسم على قسمين نقسم 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 تومة بودر نقسم 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 قسم نقسم نضيع البهارات العدد وضع الض سوف نحرك على هذا الشكل سوف تنسج كلها مع الدقيق على الطريقة كي لا تنسج سوف نسج كلها مع الطريقة سوف نضيف قمشة وزويضة ونضيف طاعم بعد المخلط نضيف حليب 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 انظيف حليب من بعدين ستخلط نضيف حليب و نضيف حليب نضيف حليب نضيف حليب نردها في دقيقة نضيف البهارات نضيف كمية كمية معقولة نردها في المزيج الحليب والبيض نسقطرها بطقيق و نعاوض نردها مرة ثانية أولاً ، و نحاول نلبسها بطقيق كيف تراها في حال دعوني الزفن نقوم بعمل القلي قوم بعمل القلي نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت بعد مقرتهم وكملتهم قدمتهم على هذا الشكل مع الكيتشوب كيجو مقرملين كيجو مقرملين كيجو زبونين قدمتهم مع هات السلطة هذي باش ندير البطاطة مقلية وهادو مقلين فضلت انا نقدمهم مع الشلطة بالخضر ومتمنى يعجبكم وتتركوا معي